الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نلتقي بكم اليوم ان شاء الله بعض عودة من السودان كان برنامج مكثف هناك لمدة حوالي 8 او 9 ايام ما بين زيارات لمؤسسات وتحدث ومؤتمرات وعمل ورش عمل وزيارة بعض المدارس هناك ايضا وكان عندي احد المحاضرات في السودان تتكلم عن نفس العنوان ده اللي انا بتكلم عليه يمكن انا قلت العنوان ده لشيء واحد مهم جدا ان التقدمة اللي كان بيقولوها عني كان تقدمة يعني تكسر رقبة الجمل الزعامة والقدرة والخبرة والمعرفة وكل الاشياء دي كلها فكان عندي محاضرة هناك مع رؤساء الجمعيات امكان كان 40 او 50 جمعية في النظامة الدعوة الاسلامية واستعملت الكلمة اللي انتو شايفينها دلوقتي اللي احنا بنسميها عورتي طبعا كل الناس اللي موجودين صدموا لان الكل مننا يعرف ان العورة في عورة مغلزة في عورة غير مغلزة والعورة هي الجزء اللي موجود في عدو او في عضاء الانسان نفسه اما في المجتمع في عورات اخرى نتكلم عنها خاصة لما يكون اللي بيتكلم مع الناس او اللي بيوجه الناس هو شخصية الرئيس رئيس مجلس الادارة المدير التنفيذي رئيس وزارة حاكم من الحكام شخصية مجتمعية بمعنى مهمة جدا فيذلك في هذا المجال احنا مهمين جدا انه نكون عندنا مستوى عالي جدا من الشفافية مع المجتمع الذي نعمل فيه ما هو تعريف العورة نتكلم عنها العورة ده اسم هو اخي خلل اوعيب في اي شيء احنا بس بنحطها على الجسم بتاع الانسان ذكر او انثى وهبالك لكن ما بنخرجش منها المجتمع فالعورة كاسم وهبالك هو خلل اوعيب في الشيء اي شيء في تعريف اخر هو لو كان مكان في حدود المجتمع الخارجية فقد يكون العورة دي اللي يخش منها العدو لنا سيكون عورة فكرية او عورة ثقافية او عورة امنية او او الى اخر وفي الحبال ولا الجبال دي الجبال في الجبل اللي هو الشق اللي في الجبل اللي هو بيدعف تكوين الجبل بيدعف تكوين الجبل اللي هو الشقوق اللي في الجبل دي كلها وهو كل شيء ايضا بنعمله بنخاف نزهره على الناس يعني ممكن ايه على الشيء بنعملها في الخفاء فنخاف الناس يشوفوها او نتكسف او نستحي الناس شوفها من هنا بعد كده هو العيب اللي الانسان بيعمله في خلوة من الخلوات او في معزل عن الناس يبقى هي اللي هو خلل او عيب او موضع يدخل منه العدو او شقوق في الجبال او كل شيء الانسان بيستحي ان يظهر بيعمله وبيعمله في الخفاء دي العورة بنتكلم عنها مش فقط العورة الجسدية اللي احنا حتى كنت بتكلم مع بعض الشباب اه ما تغير كلمة عورة يبني عورة لغة عربية اللي هكذا معنى من المعاني ها ليه انت بقى مركز على معنى واحد فقط من هذي المعاني ومش شايفين مجتمع كله بالتعريفات المختلفة لكلمة عورة اللي بنتكلم عنها اه الحديث ده اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في ايه خاصة العورة الفردية اللي هي بتصيب الفرد نفسه اللي بيقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الرجل او المرء الذي يعمل العمل بالليل فيستره الله سبحانه وتعالى ها ثم يصبح فيقول يا فلان عملت البريحة كذا وكذا 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 فيكشف ما ساطر الله من عورة عملها دول مجاهرون لما اشد كمان اه لما في كتير جدا من الاحيان بيجاهروا بالمعاصي بيجاهروا بفعل فواحش على الملأ ها فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكلم عنهم في هذا الحديث بعد كده انواع العورات اللي بنتكلم عنها اهنا كلمنا عن العورة الجسدية اللي هي مشهورة جدا لذلك كل الاديان وكل الاعراف اتفقت عليها بلا استثناء سواء كانت للنساء او سواء كانت للرجال لا خلافة عليها اطلاقا لا خلافة عليها اطلاقا والمجتمعات منذ خلق من بدء الخليقة الى الان اه بيتتفق على هذا حتى ان في بعض الحيوانات اللي عندها عفة لا تمارس الاعمال الجنسية امام على الملأ فدي العورة الجسدية الاسرة بتاعتنا فيها عورات كتيرة داخل الاسرة نفسها في مشاكل ما فيش بيت عندنا من البيوت الا في مشاكل ما بين الاب والام ما بين الاخوات بعضهم وبعض ما بين الابناء وابوهم وامهم ما بين الاعمام ما بين الخلام ما بين الاخري الاخري الاسرة بتاعتنا لكن بالتالي بنحاول ان نخفي هذي العورات الخاصة الاسرية عن المجتمع او عن الجران كتير جدا نقول للولاد يا ابن ما تزعقش ما تعاليش صوتك عشان الجران ما يسمعوكش ما تفضحناش يا ابني ما تفضحناش قدام الجران كل دي عورات داخل القصة بتمثل اللي هو عجز او خلل في تربية الناشئة او العلاقة ما بين الاب والام او العلاقة من الاقارب او العلاقة بين الابناء بعضهم البعض العورات الاخريقية كثيرة جدا 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 وبتحدد من خلال قيم المجتمع اللي احنا بنعيش فيه انا اتذكر في الماضي في بريطانيا لما وصلت هنا هو في منتصف او اخر السبعينات سكنت في منزل في مدينة اسمها بريستوث في ويلز على الساحل وكانت المرأة اللي انا سكن عندها لها بنتين واحدة عندها 16 واحدة عندها 18 من 40 سنة شفت البنتين دول زي اي بنت بناتنا شئين في اي منطقة عربية محافظة فاموهم قالتلي هاني ولادي دول الى الان ما عندهمش صديق رجل يعني شاب وبيخرجوا في المجتمع كمجموعة بنات محافظين عن نفسهم لا بيشربوا ولا بيمشوا مع شباب زي باقي البنات تانية بس يا ابني مجرد ما ولادي حيسيبوا بيتي ويروحوا الجامعة حيبتدوا يتخلقوا باخلاق اخرى غير الاخلاق اللي تربوا عليها فعلا مجتمع كان لا يبيح اشياء ثم ابحة فيما بعد يعني مثلا يوم الحد هنا في بريطانيا كان يوم اجازة اجازة مقدسة في بريطانيا تيوم الجمعة عندنا في المنطقة العربية وعند المسلمين اجازة مقدسة يوم الحد هنا كان في حاجة اسمها ايه المحلات ما تفتحش على الاطلاق الناس لما تغسل ها ما تنشرش الغسيل يوم الحد في حاجة اسمها غدا يوم الحد كل هذه القيم والاخلاقيات الى اخير اللي تكلم عنها اتغيرت يبقى كل العورات الاخلاقية دي بتتغير بتغير ايه ايه المجتمع وتغير قيم المجتمع اما المجتمع نفسه نتكلم عنه نتكلم هنا عن عورات المسؤول لماذا؟ لان انا لو تبوقت مقعدي في ادارة جمعية ادارة مؤسسة رئاسة وزارة امارة حكم اصبحت ملك اصبحت رئيس الجمهورية اصبحت انا منذ هذه اللحظة ملك المجتمع ومن حق اي فرد من المجتمع ان يسائلني ويكشف عوراتي لذلك لما نرجع لبداية الحديث لما انا قلت الناس كانوا يبنصفوني اوصاف انا استأت منها قلت تقول انا كان ليه عورات وانا ما بدأت العمل كنت فز غليز وخيف الموظفين درجة ان في بعض الموظفين من فزازتي وغلازتي كانوا يستخبوا في الحمامات في واحد من الموظفين كانوا في الحمام وسمع صوتي والاسف يعني بل نفسه لم يستطيع ان يعمل ايه تحكم في التباول وغبالك فده كان شخصية الرئيس المؤسس الغليز الفز الدكتاتور ده مفهود ما يكونش ابدا موجود من الاخطاء اللي انا ارتكبتها ايضا في الفترات دي كده في بعض الاحيان كنت احادي اللي من كنت في كثير من الاحيان في العشر السنوات الاولى بالذات احادي القرار دكتاتور فعلا دكتاتور يعني كن في بعض الشباب بيقولوا ان فلان الرئيس ده او الملك ده او الامير دكتاتور فانا كنت دكتاتور وانا متمثل مؤسسة خيرية باصدر فيها كل امر لوحدي لذلك مجلس الامناء عملني مجلس ادارة عشان يمتلك يتحكم في ادائي ويقلل من اخطائي احد الاخطاء دي ان احنا في التسعينات او في اولى التسعينات انا كنت بصرف الاموال او بوضع الاموال دون ميزانية وده ما زال يحدث الى الان في المكان ده حطت هنا عشرة تلاف حطت هنا عشين الف حطت هنا خمسين الف حطت هنا مية الف من غير ميزانية الى احنا اصبحنا في يوم من الايام لان عندنا عجز كبير جدا عجز كبير جدا فيه اللي هو في هذا الوقت ليه لان كان فيه شخصية قوية في المؤسسة تصرف كما تشاء دون الرجوع لميزانيات او لمشاريع او لسياسات الى اخره وده ما زال يحدث الان مع من ننظر اليهم ونشير اليهم بالبنان بل ادخلت المؤسسة في منتصف التسعينات في ازمة مادية حادة كان من الاقدر لمجلس الامناء انه ايه يرفدني وده كان خلل ايضا في المجلس انه لم يعالج هذا الامر بحكمة ويتخلص من هذا الدكتاتور واصبح يكمل الاخ بس تكون مجلس اقداره اللي بفضل الله سبحانه وتعالى اصبح رقيب على مدير التنفيذ وتعالى المؤسسة وليس المؤسسة لكي لا يشرف لا يشرف الاموال بدون حساب يبقى احنا اتكلمنا عن السوق العدم القدرة في بعض الاحيان على حل المشاكل كان واحد يقعد يسمع الكلام من الناس وقولهم خلاص والناس تمشي تبعا ايزا قرار غير عدم القدرة على اتخاذ قرار كل هذه العورات انا شخصيا مرب بيها السرعة في اتخاذ القرار لان فيه فرصة ها وقد يكون باقي الموظفين او باقي الزملاء هندهم رأي اخر في الموضوع ده ما يحدث الى الان وانا اتكلم واتحدى اي رئيس جمعية او اي مدير التنفيذ الجمعية او اي مؤسس بالذات في كثير من الاحيان احنا ما بنقدس المؤسسين وكأنهم اهل بدر غلط 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 لماذا؟ لان مجرد انت ما ربنا فتح عليك او ما ربنا فتح عليك بالفكرة واصبحت جمعية او مؤسسة يبقى من حق المجتمع عليك ان يمتلك هذه الفكرة الفكرة ومن حق المجتمع عليك ان يجعلك انت القائم عليها او يستبدل غيرك فالمؤسس ليس مقدس المؤسس ليس مقدس والزعيم ليس مقدس كل هؤلاء الناس ليسوا مقدسين يقدسهم فقط الجهلاء والمنتفعين والمنافقين لكي يستفيدوا ممن حولهم فدي بعض الاخطاء وغيرها كتير عملتها هنا في حياتي في اول عشر خمستاشر سنة الى ان تأسست ادارات قوية بمزانيات بمرجعيات الى اخر فلذلك انا بكلم هنا بقول ايه العمل الاجتماعي خاصة العمل الخيري منه لابد ان يكون شفاف شفافية من لا يخشى ان تظهر عورته لان ليس لهذا ليس لهذا الشخص القائم عليه فيه عورة يعني ايه عورة يعني فيه فساد في الادارة فيه تسيب في الادارة فيه محسوبية فيه رشاوي فيه اهدار في المال فيه تعييم موظفين غير اكفاء فيه اتخاذ قرارات غير مدروسة كل هذه الاشياء من حق المجتمع وانا بقولها لكل انسان خاصة في المنطقة العربية من حقق ايها المواطن ان تحاكم المسؤول لانه ما اصبح مسؤولا الا ليسأل ومن حقق ان تتكشف لك عورات هذا المسؤول لماذا لانه يعمل في مال المجتمع في المال العام حتى في المال الخاص من حقق اذا كان فاسدا ان تحاسبه ثم تحاكمه فلابد لمن يعمل في العمل العام الاجتماعي ان لا تكون له او لا تكون لها عورة لا اخلاقية ولا عورة مهنية ولا عورة مجتمعية وتجيب او يجيب حينما يسأل ومن حق اي انسان في المجتمع ان يسأل هؤلاء وليس من حق الافراد ان يقدسوا هؤلاء اما ليسوا من اهل القدسية وليسوا من اهل بدر هم ربنا اعطاهم هذه الفرصة ها لكي يكافئهم عليها في الجنة لكن لم نعطيهم فرصة القيادة لكي يصبحوا اله او انبياء او رسل او مقدسين بعد كده في بعض المواقف اللي احنا محب نقدمها برضك موقف السيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان واقف مع السيدة صفية امنا دلعانها بالليل والدنيا ظلمة و مفيش انوار و نص رايحة جاية وبعض الصحابة مش عارب او الانصار قالوا السلام عليك رسول الله صلى الله فرد السلام من رسول الله وقالهم هذه صفية هم عارفين بس مش شايفين هو شايفين انها امرأة فمن المرأة اللي تتخف مع الرسول صلى الله في هذا الظلام الدامس فهو اراد ان يكشف لهم ان هذه صفية شايفين رسول الله صلى الله كان حريص ازاي انه ما يخبيش على الناس لكي لا يشاع عنه انه كان يقف مع امرأة في الظلام في الليل والحديث الاخر ايضا اللي هو ان رسول الله صلى الله لما لما بعث احد عماله اسمه ابن اللتبية على الصدقة فلما لجع بالاموال قال رسول الله صلى الله هذي الاموال لكم وهذه لي كيف تكون الاموال خاصة لك واموال خاصة للمجتمع انت الوقت انت الان مسؤولا من المجتمع ومسؤولا عن المجتمع فكل ما تعمله هو للمجتمع كل ما تعمله فكان فهم المجتمع فالرسول الله صلى الله عليه كان رده عليه وقال له بعد محمد الله صلى الله عليه وسلم وقال ما بالعمل نبعثه فيجي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهذا إليه أم لا أعف بيت أبوك أعط بيت أمك أعط بيت خالتك شوف مين اللي حيجيب لك هدايا وخبلك وردي محمد بيدي وردي نفس محمد بيدي لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شاعن إلا جاء يوم القيامة اسمع بقى يا عامل المجتمع اسمع يا وزير اسمع يا وزير اسمع يا أمير اسمع يا يا حاكم اسمع يا أي حد بيقول بيئي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيديه لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه تعير تيعر فيرفع فرفع يديه حتى رأت عفرة إبطائه يعني معناها إيه؟ أي شيء بتاخده هدية وانت عامل على المجتمع بتيجي شايله على رأسك يوم القيامة وبقى ربنا إيه بيحسبك عليه؟ يعني هلا جلست في بيت أبوك وأمك وخلتك وعمتك وستك وقدتك وقلت يعني هذا ما لن يأتيك من يأتيك هذه الهدية لبعني كده هو أيضا ما قم الملخات تبرد الله عنه لما تولى الخلافة فقال من رأى منكم في يعوجاجا فليقومه بقام الرجل له قال والله رأينا فيك عوجاجا نقومناه بسيوفنا فقال الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم يعوجاج عمر بسيفه يعوجاج عمر معناها إيه؟ معناها إنه هو عورات عمر اللي في القيادة المجتمعية عورات عمر في القيادة المجتمعية إنه هو لو لأوا إن سيدنا عمر ويلاجد فيه اللي هو شيء غلط فيه حيقومه مش بالقول لا بالفعل وبالسيف كذلك يبقى سيدنا عمر أجازة أن يكشف لهم عوراته ومن رأى فيها عورة في القيادة في حكمة في تعاملها مع الناس فعليها أن يقومها في قوله سنقومها لك بالسيف ومن وقف سيدنا عمر رضي الله عنه لما عزل سيدنا خالد وحسبه على كل الأخطاء اللي احنا كنا نقول الخطأ هو العورة كذلك فكل هذه الأشياء عندنا في العمل المجتمعي المفتوح في العمل المجتمعي المفتوح إذا أردت أن تكون مسؤولاً على جمعية أو مسؤولاً على مدرسة أو مسؤولاً على مؤسسة أو مسؤولة وزارة فلابد أن لا يكون لك عورة مجتمعية ومن حق أي شخص كعناً من كان صغير أم كبير غني أم فقير حقير في قومه أو عزيز أن يسألك وليس من حقك أن لا تجيب لماذا؟ لأنك تبوأت مكانك من قيادة المجتمع أرجع مرة أخرى عشان ننتهي من هذا الموضوع أقول في موضوع عورتي بالرغم من كلمة مفجعة لبعض الشباب والبعض النساء أو رجال لأنه بيخدوه على محمل واحد اللغة العربية لها تعريفات في كل معنى لغوي ولكن هذا النداء لكل مسؤول خاصة إذا كنت أنا متخصص في عمل مؤسسات المجتمع المدني أو عمل جمعيات الخيرية ألا نخفي على المجتمع مساوئنا وإن كانت لنا مساوئ فعلينا أن نتنازل عن مراكزنا من أجل الإصلاح المجتمعي ومن أجل الإصلاح المؤسسي ومن أجل الإصلاح الأخلاقي والتقويمي لأننا نتعامل في مال الفقير والأرملة والمسكين واليتيم والمريد والشيخ إلى آخره إلى آخره إلى آخره كيف يكون عندي عورة في مؤسسة ترعى الأيتام وأن أأكل من مال الأيتام هؤلاء وأخبئ على العامة المصاريف التي أهلكها من أموال الأيتام نرجع مرة أخرى ونقول ليس حق ليس حقا للرئيس أو المؤسس أو المدير أو رئيس مكس دارا أن يخبئ عوراته عن المجتمع فعليه أن يصارح المجتمع إن كان هو غير قادر أو إن كانت هذا غير قادرة وأشكركم وجزاكم الله خيرا وألتقي غدا إنساء الله الساعة الواحدة بتوقيت لندن الساعة بتوقيت مكة شكرا لك سأتحدث ونقول سأتن انجليش مي شيم توقيت مي شيم 1 o'clock لندن 3 o'clock مكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته